خرافة السعارات الحرارية الفيديو سيكون طويل قليلا ولكن سوف نفهمكم جيد وكل شيء يخرج من هنا قارئ وفاهم جيدا كثير من الناس ستسمعون تقولون لكم كثير من الناس إلا 1% تقول لكم إلا تفقدوا الدهون وتفقدوا الوزن من الجسم كيف يجب أن تفعله؟ يجب أن تأكلوا قل من الاحتياج اليومي تقول لك مثلا إلا كان الاحتياج اليومي 2000 سعرات حرارية تقول لك أن تتأكل فقط 1500 سعرات حرارية وتنحيده 500 سعرات حرارية لكي نفقد الوزن تقول لك حين لا تتأكل قل لا تتأكل فوق الاحتياج من سعرات حرارية هذا الدراس صحيحة بـ 30% وخاطئة بـ 70% وانا نشرح لكم نعطيكم مثال هذا ما تشاهدون في هذا الشيء بلاطة أخوز مثلا بنت بغى الضعاف سمعوني مزيل بنت بغى الضعاف تقول لها فقط سيريكولي 1500 سعرات حرارية لماذا؟ حتياجها 2000 سعرات حرارية يعني يجب أن تكون 1500 سعرات حرارية فقط تقول لها 1500 سعرات حرارية تقول لها 1500 سعرات حرارية وكلاوها 1500 سعرات حرارية وكلاوها كاربوهدا ماذا ضعاف لا أنت ضعاف وما لا تقصت وما لا تقصت 500 سعرات حرارية وما لا تقصت قلب الاحتياج لا تقصت تقصت تزويدات الجسم ماذا؟ ثم تزويدات الجسم في أفضل مصدر الطاقة نعطيكم مثال ثاني نفس الشخص بدخل 1500 سعرات حرارية ولكن بدخله من البروتين واذا سيضعف؟ سيضعف حيث بعد على جسم المصدر الطاقة سيضعف ماذا سيضعف؟ موضوع أو خرافة سعرات حرارية علم غير ثابت صحيحة 30% وخطأة 70% سيضعف ماذا سيضعف؟ بل ماذا سيضعف؟ بل الوجبات التي سيضعف؟ سوف نصدمكم بشيء أخرى سوف نصدمكم بشيء أخرى مثلا هذا البنت أولى هذا الولد مثلا الاحتياج اليومي من سعرات حرارية هو 2000 سعرات حرارية يعني إلا ارداد يضعف ماذا سيضعف؟ ماذا سيضعف؟ ماذا سيضعف 500 سعرات حرارية ماذا سيضعف؟ ألف وخمسمائة سعرات حرارية يضعف يضعف سعر حرارية لكي يضعف إذا قلت لكم بإمكان هذا مثلا الحسياج له ألفين سعر حرارية وبإمكانه ما ينقشط 500 سعر حرارية وبإمكانه يضعف أتقول إلا ما يمكن بشرط واحد وهذا الشرط هو بشرط واحد بشرط واحد كائم إلا أريد أن يأكل فوق الحسياج له لكي يضعف ما هو الشرط هذا؟ هو يأكل 80% من الكالوري يعني 80% من ألفين سعر حرارية يجب أن يكون جيدة من البروتين ومشي من الكارب هذا الشرط الواحي يعني يمكنه يأكل كثير من الحسياج له ويضعف بشرط يدخل 80% من سعر حرارية يدخلها من البروتين وتنتمنى تكونوا فهمتوا بأن سعر حرارية ليس هو الموضوع الأساسي لأن الشخص يفقد الوزن بل ما يأكل وما يأكل وما يأكل وما يأكل وما يأكل وما يأكل هذا الشرط الواحيد لأن يفقد الشخص الدوم مثال هذه ابنت من البلد التي خدمت معهم حيث 35 كيلو ومديرن شر رياضة أقسم لكم يمينا مديرن رياضة وفي حساب السعر الحرارية يدخل البروتين ويأكل وصلت إلى نيفو الوزن ويأكل مثل بنت تحتوي على نفس الوزن يدخل 35 كيلو نيت وفي حساب السعر الحرارية يدخل الانضام غني بالبروتين تحتوي على نفسها ومن يجمعها ويأكل ويأكل تبقى في شهر كلها 3 يال لنبدل بروتين وهذه كذلك هذه البنت تأتي نفس الحاجة بدون حساب السعارات الحرارية كيف تتشوفها خدمت معا نقصتها تقريبا نقصتها ٢٢ كيلو ٢٢ كيلو نقصتها في ٥٥ يوم يعني بلا حساب السعارات